مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع العدادي بفرعيه العلمي والأدبي المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس الرابع أنواع الدرس So Do I قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج فيسبوك لستطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع العدادي نبدأ بالدرس يونت 1 لسن 4 اليونت الأول الدرس الرابع مثل ما وضعنا عنوان الدرس So Do I بالفقرة الأولى شيء يقول لي يقول لي match the teenagers with the best summer program for them طابق هؤلاء الأشخاص هؤلاء المراهقين يتحدثون عن البرامج الصيفية التي يريدون أن ينضمونها وطابقهم أو وصلهم حسب آراءهم بالبرامج الصيفية المناسبة لها التي موجودة في أسفر الصفحة بكتاب الطالب شوفوا طلاب هذا كل واحد عنده بالفق أشياء يحبها وبالتالي أنا من الأشياء التي أحبها أريد أنضم للدورة الصيفية أو البرنامج الصيفي الهولاني فمثلا أنور شي يقول يقول I want to visit lots of famous UK cities during the my course أرغب أو أريد أن أزور الكثير من المدن البريطانية المشهورة خلال فترة البرنامج مالتي أو الدورة مالتي يعني مثلا أنا إنسان أحب أزور المناطق مع المملكة المتحدة فشن البرنامج الصيفي المناسب إلي لازم أروح أشوف ذن البرامج اللي رح نقراها بعد دقائق يا هو اللي يوفر هذا الشيء أو أوصل كلام أنور بالبرنامج الصيف المناسب إلي أنا مباشرة موصل يعني هو الناسب ببرنامج C لأن هذا مجرد نشاط صفي غير مهم لكن المفردات اللي رح نطلعها بعد قليل مهمة ورح تفيدني الثانية الشخصية الثانية اللي هي مريم تقول I'd like to do some sport while I study English أنا أحب أن أمارس بعض الرياضة عندما أدرس لغتي الإنجليزية يعني هي أولا تريد تدرس اللغة الإنجليزية ثانيا تريد تمارس الرياضة مهدي يقول I want to improve my English أنا أريد أطور لغتي الإنجليزية but I'd love to study another language too لكن كذلك مرة ثانية أريد أدرس لغة ثانية أيضا مثلا لغة الفرنسية بعد مهاش تقول I think it's really important to practice speaking and listening أعتقد أنه من المهم جدا أن أتدرب على التحدث والاستماع إذن البرنامج اللي تريده لازم يطور مهارة التحدث والاستماع بعد ما قرأنا آراء مهدي أنور مريم مهام الآن ننتقل للبرامج اللي موجودة أو البرامج المتوفرة البرامج الصيفية اللي متوفرة من الممكن أن نتفيد هؤلاء الأولاد البرنامج الأول At Bluebell School you study English in the morning بمدرسة Bluebell سوف تدرس اللغة الإنجليزية في الصباح and you can choose from Spanish وكذلك تقدر تختار اللغة الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية to study in the afternoon أن تدرسها في المساء إذن هذا البرنامج يوفر لك شنو؟ يوفر لك لغتين يا ابنية أو يا شخص من هؤلاء الأشخاص اللي يريد يدرس لغتين قلنا أنه هو مهدي فلذلك أنا وصلت مهدي بالبرنامج الصيفي المناسب إلى ورا هنكمل كلامنا You also practice English with your host family كذلك رح أتمارس اللغة الإنجليزية مع العائلة التي سوف تستضيفك and the weekends we take you visit different parts of Oxford وبالعطة لنهاية الأسبوع رح نخليك تزور Oxford where our school is located حيث تقع مدرستنا هذا البرنامج الصيفي الأول خلصنا البرنامج الصيفي الثاني come and study at Rashmoor school تعالوا ودرس في مدرسة Rashmoor our classes are very small صفوفنا أو القاعات مع الصفوف اللي بيها الدورات معلتنا جدا صغيرة with a maximum of six students بحد أعلى للطلاب يعني أكثر طلاب نأخذهم ست طلاب with a focus on conversation مع التركيز على المحادثة our lessons are dynamic صفوفنا حركية and get all students talking وتجعل جميع الطلاب يتحدثون in the afternoon وفي المساء we offer lots of activities نوفر لك الكثير من الأنشطة including painting من ضمنها painting الرسم theater المسرح music الموسيقى هذا البرنامج الصيفي الثاني يناسب يا طالب من الطلاب أكيد يناسب مها لأن مها قالت أنا أريد أن أتدرب على speaking التحدث listening الاستماع شنو التحدث والاستماع يعني البرنامج هو شون قال ما ذكر أنه speaking وال listening التحدث والاستماع هو ذكر talking التحدث والconversation المحادثة إذن أنا بالمحادثة أستمع للشخص الآخر وأجاوبه وبالتالي أطور مهارة المحادثة المقطع النص الثالث شي يقول يقول at Worcester school في هذه المدرسة مدرسة ويقدم لك برنامج لغة إنجليزية مكثف For students who really want to learn the language للطلبة الذين بالفعل يريدون أن يدرسوا هذه اللغة You study 30 hours تدرس 30 ساعة Of English during the week من اللغة الإنجليزية خلال أسبوع يعني بالأسبوع 30 ساعة أنت تتدرب على اللغة الإنجليزية Then go on trips for popular British destination ثم تذهب في رحلات لوجهات بريطانية شائعة Including London من ضمنها London Cambridge Oxford At the weekends في عطل نهاية الأسبوع هذا البرنامج الثالث يناسب يناسب هذا الشخص الذي قال أنا أريد أن أزور المدن البريطانية فإذن هو يناسب أنور لذلك أنا وصلته بSC أما البرنامج الأخير I go at LSE Bristol في مدرسة اسمها LSE Bristol We offer the perfect program for active teenagers نقدم لك برنامج مثالي للمراهقين أو الشباب الفعالين Apart from studying English بعيدا عن دراسة اللغة الإنجليزية Five hours a day يعني بالإضافة إلى دراسة اللغة الإنجليزية خمس ساعات باليوم Practicing all skills دربك على جميع المهارات You also enjoy a number of physical activities كذلك سوف نوفر لك فعاليات بدنية including football, swimming, tennis من الرياضات التي سوف يوفرها And we have students from lots of different nationalities عندنا طلاب من مختلف الجنسيات And you will speak English all time وسوف تتحدث اللغة الإنجليزية طوال الوقت هذا البرنامج يناسب مريم مريم قالت لها أن أحب أن أمارس الرياضة بالإضافة إلى تعلم اللغة الإنجليزية هذا ما يخص النشاط الأول أو كتاب الطالب مجرد نشاط صفي الاستاذ يطلب من الطلاب أن يطرعون على آراء هؤلاء الشباب ويوصلوها بالبرامج المناسبة لها من البرامج الأربعة اللي منطينيها بهذه المدارس الأربعة كنشاط صفي غير محمد الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين A يقول لي نانا يقول لك أكو شخصيتين اللي هم علي وراشد يتحدثون عن هذه البرامج اللي هي متعلقة بالبرامج الصيفية يعني استمعوا لهم وجواب على هذه الأسئلة لعدم توفر مقاطع الصوتية سنستعرض المقطع النص اللي قاله ومن ثم نجاو على هذه الأسئلة المتعلقة به شي يقول راشد يتحدث يقول لهاي علي هاي راشد هل ترى هذه الملسقات المتعلقة بالبرامج الصيفية؟ قال لها اتشفت هذني الملسقات المتعلقة بالبرامج الصيفية ايض لوف تجو انا اريد اروح لهذا الواحد من ذن البرامج انا اريد اطور لغة الانجليزية فعلي يرد علي يقول له انا ايضا and i need to work on maths قال له انا اطور الرياضيات ماتتي لان انا ضعي بالرياضيات look this poster says the school is in the country قال له اشوف هذا الملسق او هذا الاعلان يقول انه هذا المدرسة اللي تقدمينها هاي الدروس موجودة بالمدينة i bet you can do lots of sports واني ارا هناك انه انت تقدر تمارس الرياضات هناك if i went on a summer program اذا ذهبتو اذا انا ذهبت الى برنامج صيفي i'd like to go swimming and play for basketball too قال انا اذا ردت اروح البرنامج الصيفي لازم بي سباحة وكرة السلة not just work مو بسانة اضل ادرس فعلي رد علي يقول له well i think it's better to learn about the history of the country قال له حسنة من الافضل ان تتعلم حول history of the country حول تاريخ البلد see this poster says you can take classes in the morning or in the afternoon and go to the museum and visit the city and the rest of the day قال له شوف هذا الملسق ما التلعب تقول انه تقدر تاخذ دورات اما بالصبح او المساء وباقي الوقت تقدر تروح للمتاحف تروح للمدينة تاخذ استراحة باقي اليوم كيفك فراشد يريد علي cities are noisy شوف هنا انا راشد يقول له ترى انا ما احب السيتيز ما احب المدن لان المدن ضوضائية and you might not be able to do as much sport قال له والتجوز من تقدر اصلا تمارس هالقد رياضة wouldn't you like to play volleyball انت متحب تلعب الليبول قال له yes but i can play volleyball at home قال له نعم لكنني يمكنني اني اني لعب الليبول في البيت anyway على اياتي حال i think it's more important to learn about the culture of the country قال له اعتقد من اكثر اهمية ان اتعلم عن تاريخ وحضارة البلد يعني دي ناخشون بناتهم هذا يقول له انا احب الرياضة هذا يقول له انا ادرس تاريخ الى آخره well i don't i want to be in the country قال له لا انا احب ان اكون في المدينة where there is lots of fresh air حيث يوجد هناك الكثير من الهواء الطليق look with this program you stay in dormitory at the school قال له شوف بهذا البرنامج تقدر حتى تبقى بغرفة بداخل المدرسة يعني شون نسمي قسم داخلي that's great you can really get to know the other students that way تقدر تقوي علاقتك بباقة الطلام بطريقة او باخرى maybe but it's much better to stay with the family شوفوا ان انا اكو طريقتين لما انت تدرس بالخارج اما تبقى ويا طلاب من صنفك من نفس البلد اللي انت رحت من عنده يعني من نفس المجتمع اصدقائك يعني بين قوسيا او تبقى ويا عائلة بريطانية او عائلة من البلد اللي انت رايح تدرس لغتها that's way you have to speak english لما انت تبقى ويا عائلة رح تتحدث اللغة الانجليزية وياهم طوال الوقت and you make progress much faster وراح تتحسن بطريقة اسرع well i'm going to get more information about this program قال له انا رح اجلب معلومات اكثر عن هذا البرنامج i want to find out about the sport لان اريد اتأكد انه عندهم sports رياضة او الرياضات اللي يقدموها i'd like to take drawing classes اريد اخذ دروس بالرسم maybe i can go this summer وربما انه انا اروح لهذا البرنامج في هذا الصيف خلصنا المقطع النصي الان نحاول نحل الاسر المتعلقة بي what does rachid like about the program من الذي يحبه راشد عن البرنامج شوفوا طلاب احنا وضحنا ذكرنا انه هو يحب الـ go swimming يذهب للسباحة play basketball يلعب كرة السلة يريد اطور لغته الانجليزية هذين الاشياء اللي يريدهن الاساسيات اللي يريدهن بالبرنامج الصيفي فاكتب الهي what does rachid like about the other program قال زينة علي ليش يحب البرنامج الثاني شين اللي يحبه بالبرنامج الثاني شوف علي جنان اشرج عليه قال له انا احب الهيستري التاريخ above all of the country تاريخ البلد وكذلك يريد يروح للميوزيوم المتاحف visit the city in the rest of the day زيارة المدينة في باقي الايام اذا هو يريد الميوزيوم الهيستري التاريخ الى اخره why would علي prefer to stay with a family ليش علي يريد يبقى وي عائلة بريطانية قال له لان that way بذلك الطريقة you have to speak english and you make progress much faster لانه رح يتحدث اللغة الانجليزية اكثر ويطور نفسه بشكل اسرع what does rachid want to find out قال زيان راشد شم اللي يريد يكتشفه ذكرنا بنهاية المقطع انه قال i want to find out about the sports they offer عن الرياضات اللي يعرضوها the drawing classes الدورات المتعلقة بالرسيم maybe i can go to the summer اذا وفروا هذه الاشياء من الممكن ان ينضم لهذا البرنامج الصيفي هذا ما يخص تمرين اي تمرين بسيط جدا وغير مهم بالامتحان التحرير وامتحان شفوه كنشاط صفي الاستاذ يعلك مقطع الصوتي هذا المقطع الصوتي اللي اعرضنا لكن هما يتحدثون بشكل سريع فحاولوا تحظر قبل ما تروح للمدرسة يستمعون المقطع الصوتي ويحاولون يجاوبون على هذه الاسئلة المتعلقة بالمقطع الصوتي الان ننتقل للتمرين الاخر اللي هو تمرين بي يقول لي look at the opinions match each sentence with the response نانا اتطلاب هذا التمرين يراد لتركيز اولا هو التمرين مهم جدا من الممكن يجيني مثل ما هو على شكل وصل لكن يراد لبعض الشيء تركيز ليش استاذي يراد لتركيز هو شي يقول لي يقول لي طابق أو وصل each sentence كل جملة with the response بالاجابة المناسبة لها يعني مثلا الجملة الاولى اكو شخص شي يقول يقول I'd love to go on a study program انا اريد اروح ببرنامج دراسي برنامج صيفي دراسي شيني النهاية المناسبة او الاجابة المناسبة لهذه الجملة I agree انا اتفق معك هسا واحد من الطلاب يقول لي لحد الان تمام هذا الجواب مناسب بس خنشوف باقي الجملة يجوز غير مناسبة It might be very different from ours شوف هنا انا قلنا ممكن نكون مختلف جدا عن البرنامج مالتنا احنا ما عرفنا عن البرنامج الاول علمونا نعرف البرنامج الثاني فبالتالي جملة الايق المناسبة So would I كذلك انا I love art انا احب الفنية او الفنون هذي غير مناسبة لان بالجملة الاولى ما انذكر بها الفن I wouldn't انا لا افضل لذلك I'd rather go on a holiday with a my family شوف هنا انا اشي يقول هو اش قل له قال لي انا اريد بالصيف اروح ببرنامج دراسي قال لي لا انا ما افضل ان اروح ببرنامج دراسي انا اريد اقضل اطل مع عائلتي اذا اوصل الجملة الاولى بالجملة c بعد I need to work on my english انا اريد ان اعمل على لغة الانجليزية يعني اطور لغة الانجليزية شن الجملة المناسبة له اكيد اول جملتين قريناها ان غير مناسبات والجملة الثالثة كذلك احنا وصلناها غير مناسبة So do I كذلك انا I failed in the exam last week لانني رسبته في الامتحان الاسبوع الماضي هذه اكثر جملة مناسبة قال لي انا اريد ان اطور لغة الانجليزية قال لي انا اهمي ان اطور لغة الانجليزية لانه انا رسبت بالامتحان الاسبوع اللي فات اذا الجملة c والجملة d وصلناهن وبعد ما نقدر نستخدمهن الجملة الثالثة I think it is really important to learn about the culture of the country you are in اعتقد انه من الضروري جدا ان نتعلم عن حضارة البلد الذي سوف نذهب اليه يا جملة مناسبة انا نجاوبه بجملة رقم واحدة او بجملة A يقول له I agree انا اتفق معك It might be very different from ours لانها هذه الحضارة اللي تتحكي عنها لانها ربما سوف تكون مختلفة جدا عن حضارتنا اذا نوصلها بالجملة A I want to be in the countryside اريد ان اكون في الجانب الريفي where there is lots of fresh air حيث يوجد الكثير من الهواء الطلق شن الجملة المناسبة له اكيد الجملة A احنا وصلناها غير مناسبة انا قل له so would I I love art كذلك انا اقول اني احب الفنية غير مناسبة لانه دي يحكي لها عن الريف فاذا غير مناسبة الثالثة اللي هي C والD وصلناها اما E أو F خلنج نشوف اللي E والعف I disagree I'd rather meet lots of new people قال له انا لا اتفق معك لانني اريد ان التقي بالكثير من الناس غير مناسبة I don't I think it's boring cities are much more interesting شوفوا هنا انا طلع دائما الcountryside اللي هي الريف عكسها ال city المدينة الريف والمدينة قال له انا اريد اروح للريف على امود استنشق هواء طلق هواء جيد قال له لا انا ما اتفق وياك الموضوع ممل بالنسبة لي cities are much more interesting المدن اكثر مثيرة اكثر فاذا الجملة المناسبة لها هي الجملة F النقطة الخامسة I think it's much better to stay with the family اعتقد انه من الافضل ان نبقى مع عائلة بريطانية او عائلة تمارس اللغة اللي احنا راحين ندرسها فهو لا يقول لا انا ما اتفقوا ياك انا رد نلتقي بكثير من الناس جدد فبالتالي جملة E هي الجملة المناسبة اما الاخيرة I'd like to take drawing classes اريد ااخد دروس B الdrawing بالرسومات او بالرسم دورة بالرسم الجملة المناسبة لها قل لي so do I او so would I كذلك انا ارغب بان احظى بي دروس رسم I love art انا احب الفنون او الفنية بشكل عام اذا اوصلها بالجملة B هذا ما يخص تمارين B هذا التمارين بشكل اساسي يعتمد على المعنى يقول لك وصل الجمل بالاجابات المناسبة لها يجيني مثل ما هو على شكل توصيل اما تمارين C listen and check your answers استمع وتفقد اجاباتك احنا متأكدين من اجاباتنا then read the opinions one to six ثم اقرأ الآراء اللي موجودة من واحد الى رقم ستة اللي اخدناها هنا بتمارين بي وراه شي يقول لي do you agree or disagree اتتوافقهم لو متوافقهم give your reasons اعطي اسبابك هنا انا كل طالب مثلا انا كطالب اقرأ جملة الاولى I'd love to go on a study program انا اريد اروح ببرنامج دراسي صيفي واحد يقول I agree انا اتفق وياك I want to develop my English I want to develop my maths انا اريد اطور دغة الانجليزية اريد اطور نفسي بالرياضيات او اريد اتفق وياك I'd like to have fun in holiday انا اريد استمتع بالعطلة ما اريد اروح بيها كل طالب يجاب على هذه الجمل برأيه حسب رأيه الخاص كل طالب اما يتفق مع هذه الجمل او ما يتفق مجرد يكتب اجاباته هنا ومنطيك 6 فراغات على مجرد تكتب اجاباتك وكذلك توضح السبب ليش انت وافقت او ما وافقت هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي اما التمرين D اركزوا لهنا على الطلاب هو هذا التمرين مفتش مهم بالامتحان التحريري لكن هذه مهم كقاعدة صوتية شي يقول لك يقول لك هذا الرمز الصوتي هذا رمز صوتي يرمز ل ال E الطويلة هو مطيك مثال كلمة speak شوفوا لاحظوا كلمة speak الياء طويلة يقابلها هذا الرمز الصوتي هذه الياء الصغيرة مو مطيك مثال كلمة test فلاحظوا الفرق بالصوت speak test ال E هنا طويلة ال E هنا قصيرة شي يقول لك يقول لك كلمات تتوصلهن اما E طويلة او E قصيرة حسب لفظك لها مثلا كلمة test test E طويلة لا قصيرة قصيرة هو اصلا حالياها كلمة people people ال E طويلة بعد اذا اوصلها او اخليها بالحقل مع ال E طويلة access access ال E قصيرة فاذا اقول لها access three ال E طويلة فاقول لها three اوصلها بالحقل ال E الطويلة وكذلك chinese chinese ال E طويلة chinese وكذلك be ال E طويلة get ال E قصيرة meet طويلة meet اقولها صوت اطول self قصيرة website قصيرة web قصيرة وكذلك center center كذلك قصيرة وصلت الكلمات ب لفظ الصوت المناسب الها بين ال E الطويلة او E الطويلة او القصيرة هذا مجرد يفيدك قراءة لما انت تقرأ الكلمات ذني لازم تميز بين ال E E طويلة و E قصيرة تفيدك بالقراءة غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا انه درس بسيط جدا وببعض الاشياء المهمة ذكرنا التمارين المهمة حليناها ذكرنا الواجبات البيتية الاسئلة رح يسأل الساد داخل الصفك التحضير يومي باقي الانشطة مجرد انشطة صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي حال تكتبون هاي الملاحظات اللي لدينا طلعها بالدفتر وتحفظوها لانا تفيدكم جدا بالامتحان خصوصا امتحان الشهر الاول وامتحان نصف السنة ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤالة واستفسارة او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلين على حسابات المجدس في الفيديو في الواصل